إذاً مشاهدين كراماً استكمالاً لموضوع حلقتنا لهذا اليوم اللي هو هوس التسوق كده نحن نضمنه الزميد العزيز جواد الفنان الكبير العالمي بعد حتى حسنا بليقول حتى حسنا بليقول لك قيمتك الفنية تغيرت مدرشنة حتى نثبت للناس ولكن قيمتك الفنية ما زالت وستظل عالية وخطاقة قلو؟ عبد الله شكراً لك صباح النور جواد كل الهلة بك منورنا هاي المقدمات تخجل كتير بصراحة لا لا هاي يعني أقل ما نقدر نقول على سيدي أتمنى شي مرة نوصر ورح تثبت لنا كلام ناس إن هو صحيح من نهاية الحلقة مو صحيح يا سيد؟ طبعاً أكيد وهذا رأي كل المتابعين وكل الناس اللي أنا يعرفهم على الصعيد الشخصي الحقيقة الكل معجب برسومك حتى الرسمات اللي أنا عندي إياها بالبيت اللي أنت يعني رسمها بعض الرسوم الكاريكاتيرية مستحيل أحد دخل ما لفتت انتباهها وقعت صفاً بيها وسألني منه هذا الشخص اللي رسمها على قول شاسمه جوش واسف الحمد الله الحمد لله الحمد لله أكيد الحمد لله مبدأ أنت كالعادة جواد جواد اليوم إحنا دا نحشي عن موضوع هوس التسوق وليش وأسبابه ومنه يصيب أكثر نساء رجال وأنا كنت أحكي لعبد الله أنت قبل ما تجي كنت أقول هو إلى جانبين يعني جانب إيجابي كخروج من أزمة نفسية معينة مثلاً وتدارك موضوع معين وإعادة توطيد الثقة بالنفس إذا كان علاجي يعني فترة معينة والموضوع السلبي اللي بيه أنه يكون على مدار السنة يعني 24 ساعة الواحد عنده هذا الموضوع يعني يشتري وبمعدل يعني بالأسبوع مرة مرت يمكن يسوي يطلع يسوي تسوق فأنت معرف يعني توافقني الرأي هلأ التسوق غالباً هو عند نساء أكثر هذا يعني معروف أنه بيعمل لهم حل نفسي يعدل يعدل طبعاً حتى لو ما شتروا مجرد أنه هنا يتجولوا بالأسواف الصدايا لا لا بدون شراء لا ما تتعدل حال نفسي أنا أقول لك طبعاً الشراء هذا مستوى أعلى من السعادة يعني بالضبط هو يصيب بالسعادة غالباً الرجال اللي ما ننخلق للسوق يعني الغالبية العزمة يعني هم فيه أشخاص لا فيه كمان هذه الحالات الطبيعية أي كمان أنا عم بحكي عن تجربة شخصية وأصدقارها أنا مثلاً ما لأي خلق نروح دور على محلو ثلاثة واربا حاص مش تلي شغلة محدد مكان محدد و سلام عليكم انتهينا بينما النساء لا يقولوا حب هالمعاملة وتجول بالسوق و يشوفوا كذا و يطبع كذا و خارج لا أحياناً روحتين وثاثة لا تضبط أزيداً يعني أخذ مشكلة أريد أقول لكم إياها أنه هناك ناس يشترون كل شتوان و ما يستخدمون و ما يستخدمون لا لا طلع محلو خلا رجع ايه كاريتين إذا انت شتريت و قررت و انتهي الموضوع ما قلت أكره هاي هذا الموضوع هنا ما طيقة الصراحة أنه إحزاء نفسها و اشتريني و قلتت اللي اختاريته و لبسته و طلع حلو على مقاسك و كل شيء مزاج لا شوية ما حاجة المزاج تغير ذب 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 نفسية أو بتكون هذا الشخص جاي شاف حدا لابس منه أو كذا فغير رأيه اي او ممكن احد قلنا يعني شقاسة مثلا اجا بالبيت حتى قلنا ما حلو غير رائب ته مباشرة تأثر بالرأي الاخر صحيب وهذه هم ينبع من ضعف الشخصية طبعا حتى موضوع هذا هو استسوق يعني كناس يقول لك احنا كناس يعني يقولون انه لينا هو ضعيفي الشخصية فيضطرنا كل يوم يشترى اللبس جيد حتى يبين لنفسه وللاخرين انه شوفوني قاني طالع اليوم مرتب طالع حلو منسق العلوان ما انه هي مو بالهدوم مو باللبس ولا بها هي بشخصية بالانجاز بالعمل بالاخلاق ايضا بالذوق العام هلها شكل مطلوب يعني يعني طبعا من الدام والترتيب اخي خليك مثقف خليك واي وخليك تعبان على ذاتك انه انت دارس ومتعلم وهيك وخليك شكلك حلو الوقت صحيح اتذكر هين مواجهة تبع المثقفين ابوداء القويلة والشعر المنخوش والريحة الطالعة يعني على اساس على المثقف اي اتذكروا بعدين اجيت فكرت السوريين يعني انه بيعملوا حال كمان هيك يعني نفس القصة المهملين حاله كذا ابدا لصة مو هيك بلاقي انه لازم حدا يكون مهتم بمضمونه وبشكله يعني لا يطلع شي مقبول كمان كترت الاوبرا انا الكندرة حقا سبعمائة دولار والجاكت حقا خمسمائة ألف ايه كمان مصيبة بصراحة يعني ما في ناس مستعدة تشتري ساعة ب في الرقام خيالية تمام في الرقام تبع الملايين يعني طبعا ايه طبعا ما ما بتوقع في حقائب جلدية وحقائب واحزين جلدية يعني خلاص نزلة موذة ولازم الواحد يجيبها حتى لو يضغط على مصروفة أو تضغط على زوجها أو هو مثلا ياخذ من مصرف أولاده ومن مصروفه الشهري في سبيل انه يقصر على بيته في سبيل يشتري شي حاطباله عاجبه يعني بدون التفكير ببقية الأمور صحي كمانا تشتري شي ما تهتم فيه يعني مثلا أنا بعرف أشخاص بيشتروا قطاع تياب بعد أسبوع كب يكون خربة تياب يكون خربان ترى هو يعني التسوق يعني هو استسوق بس ما يكون بس على الهدوم أو التيام مثل ما تقول يعني في الموبايلات في السيارات في السباح مثل ما أنت قلت أنه يشتريها المحتز بينا هو أول يوم الثاني هم تلقي أصلا بني محتز بينا لأنه أصلا مكان يريدها هو مولي إشباعه هو إنما الإشباع الآخرين هوايات هي أولي إخباط نفسه أمام الآخرين أنه أنا شوفوني لابسهي هي هوايات عبدالله يعني هذا مولي نفسه لو كان لنفسه كان اقتنع بيها وكان حافظ عنها وحبها أكثر صحي الفكرة أنه كتير مرات يعني عم شوف فيه هوس الاستهلاك يعني الإعلانات تلعب دور الدعاية تلعب دور الدراما تلعب دور يعني اللي عم تشوفه أنت فلما أنت بتشوف أنه فلان فناني لبس فسطان بالمبلغ الفلاني فتلاقي صبير راح تشتري شي بيشبهه مشان بتعرفها الأصص صحيح أنا عم بلبس مثل فلان من الأشخاص طعف أنه فيه ناس مهوسين بفنان معين فبيلبسوا نفس التياب بيستعدين بيشتروه أدماء يعني أدماء كله تمام؟ فهل الأصص كله هات إلى علاقة بمفهوم الاستهلاك وبالاستهلاك يعني اللي زايد عن حده واللي كتير فيه تقارير عم تحكي أنه سوان على صعيد الأكل أو على صعيد التياب أو على صعيد الأدوات التي تتعاملها فيه أشخاص كل شهر إلا كل ما ينزل موبايل لازم يبدل موبايل أكو أكو ناس يعني عندها هواية تجميع تمام إيه؟ خل أضرب لك مثال أنا طبعا ما تشتري صادقة إلا أنا شخص أحذر ميني؟ أقرب شخص أختي شخص؟ أختي أنا هات تري عندها هوس جمع العطور الماركات الماركات الماركة يعني بحيث أي شي ينزل تتابع وتعرف وتناقشك وكذا أنه نزل فلان ماركة يعني تقريبا ما يقارب الستين عطر يعني كلها بال يعني خلين نقول إذا الواحد مئة مئة ثمانين تسعين مئة مئة وعشرة مئة وكذا أنه هالشكل يعني بحيث واحد يعني ما يلحق يستخدمهم بتقولك أنا مو لا استخدمهم بس عندي أخليهم قبالي هالشكل أنا أرتاح نفسيا من أشوفهم مقابيلي هالشكل بحيث يعني أمي تقول لها يعني ترى هذا يعني كفر ما يصر هالشكل تتدير تقول أنا ما أقدر يعني ينزل فت شي من العطور وأني ما عندي وأني ما عندي يعني أنا أرتاح نفسيا من أشوفها موجود قدامي حالك شوف حاول تعالجها بس هي أسست الحقيقة في فيلم قمت أستفيدة نستخدمها نص وخلاص أخذ الباقي في فيلم اسمه العطر كلمة في العطر وكتاب أيضا طبعا الكتاب باتريك زوسكين بس هذا يتناول العطر بجريمة خلا تشوف بلك تردع شوي قبل قيلة أيضا كنا نتكلم عني وأسيدي على الموضوع أنه هواي من الشباب أنت أيضا ذكرته هواي من الشباب تتأثرون بشخصيات معينة سواء كانوا فنانين موثلين أو مغنيين يلبسون نفس اللبس اللي همه الفنانين اللابسي صلنا المجتمعنا الآن نتجول بالشوارع نشوف أنواع لبس وستايلات لبس غريبة عجيبة لا هي نابعة من ثقافتنا ولا من مجتمعنا مو بس إنها من مدخل العيب أو الحرام الشكل هو متناسب العريض ويدخل عليها الضيق اللي مقطع اللي مخرى مثل ما نقول غريب عجيب المجتمع بالشعر الأنوان قصة الشعر هتحس نفسك داخل لشكل مكسيك تمشى في شوارع أمريكا الفكر أهم نوع من الهوس لا شك مهوت الاستهلاك صح الاستهلاك هو على صعيد الغزاء على صعيد الشكل على صعيد الأدوات مستعملة للسيارات والتياب يعني كل هالأصص تدخل منطقة الاستهلاك في الاستهلاك أنا لما بدي أخذ أشتريها المادة المعينة لازم استهلكها لتخلص بعدين جيب تمام إيه خلينا استفاد منا لآخر حد بعدين أبدلها وأجيب غيرها تمام ولكن عندك الهوس لما بصير هذا ما عند شيء ظاهرة فردية فيه ظاهرة عامة الفكرة أنه أنا بس بدي أشتري بس بدي أشتري بس بدي أجي بس بدي يكون عندي مولي حاجة ايه طبعا مولي حاجة هي ثقافة العصر على فكرة يعني هناك نتائج المرضية لهذا العصر عصر الاستهلاك إنه إذا أنا ما استهلاكت فأنا مالي موجود على مقولة أنا فكرة فأنا موجود فإذا أنا ما استهلاكت فأنا غير موجود أسئلة أخطع كلامك لأن الموضوع لازم تشاركني بأسئلة خلينا نكون صريحين الآن بالجامعات الطالبات بالجامعات صار أكفت مباراة صار أكفت تنافس ما بينهم إنه تجي أنا اليوم لابس الجنطة هذه اللي بالماركة الفلانية اللي بالسعر الفلاني حتى تغيظ زميلاتها حتى تبرز لطلاب إنه ترى أنا شوفوني أنا محافظة على ستايل معين على فلانكات معين أشترك القناعة الإنسان الشخصي التقوية والواثق من نفسه لو يلبس لبس يعني من البالة وهو مرتبة ومنظفة وكاوي وناطي هالشكل يعني ناطي هيبب لبسه يكون أأنق من شخص ممكن لابس لك ماركة بس شخصيتها مهزوزة يعني خينا نحل الهدوم وليس الهدوم هي التي تحلين طبعاً لا شك هلأ بقى في ننسى القصة كلها تلمجمات نحن نحن نشك تمام روح الفكرة أن العلاقة التسوق بين رجل ومرأة يعني تلاقي ما في زلم يروحها تسوق مع أنا بصراحة لما كنت بالشام مثلا أخوات البنات ومنون دلت بنات اطلع مع بعض إلا ما لازم أنا روح معهم كذا فبعطوهم ساعتين زمان أنه أنا ما رح نقبها الساعتين بس بعدين ما ري خلق يعني فكرة أنه يشوف القطع ما يعني ما بس وعب شو إليك خلق أنك تلبس وتشلح وتلبس وتشلح ألف مرة وما تشتري وكذا تمام أو تنزل مع كل عياته تمام أعني إلي خلق بهذا الموضوع يعني أنا مبين والله يعني ما أعدي مشكلة خلي صديقي أو أحد من أهلي وقرائبي يعني ما أعدي مشكلة ألبس ونزع ألف مرة وخلي يرجعه ومشتري حتى له أنا أحب أنه أختاره إياه بالعكس وأساعد نفس الشي أطلع معي كل يعني على مد أحد يشتري ممكن يومي أنا أطلعاني أقضي ستساعة سبع ساعات وأنتي رأيي وأطولي أنا أطلعي أنا أقص من حالي أنا أطلعي أنا جدا 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 نحسب المعنى لأن أبي أمي كان كلما يذهب إلى السوق يرجعون لها كل واحد لحال أوه كان في عدة العادة أن كلما يعمل هل تعرف ما يعملون بالمحل؟ كل المحلات يعملون قاعدة هاي ليه الرجال الخطيئة يعني أكو فاتف حسوا بمعانات الرجال أي يعني أكو قنفة أكو كراسي 2-3 هذا مكان انتظار مرة نمت بالمول مرة نمت بالمول كان يعني أختي وزوجتي عم يدوروا على التيار أخذي راحتهم فأنا أنا ما أعرف يعني أحس أنه يعني فاتش طبيعي أنه واحد لازم يشارك الآخرين في آرارهم لا شك يساعدهم شوف هو يريد من أول محل خلاص اختصار في حد هاي ماكو مال يقول لك هو كل نضاع على نفس الشي ليه شوفوا حدا يفتح لا لا في حد فما أبول أكثر من هيك الحمد لله فأنا زوجتي أتعرف شو بده واحد اثنين ما في هاي الدوار الزيادة فما أتعب هي تتعب قبلي زين فالحمد لله هيك هاي نعمة نعمة هاي نعمة زين أنتم من الأشخاص اللي هما يقترعون بسرعة شخصا باللبس المعين يعني دخلون للمحل أنا هاي عجب خلاص اشتريتها وحسب يتطلع دوظلون وتدورون وتلفون أنا لا أنا أبقى ممكن أسبوع أنا أشتري قطعة أنا غالب أنا مبوح فحيل يعني بسهولة أشتري ومن أشتري القطعة كلش أحبها يعني أعتز بيها يعني تظل حتى ذات راحت المودة يعني أظل محتفظة بيها يعني إذا بعدها هي محافظة على رونقها وكذا لأن أنا تعبانة بيها يعني اختياري يكون كلش دقيق بيها أحترم اختيارك طبعا اي احترم اختياري والتعب والجهد اللي أنا وما أتندم يعني أبدا أنت بحاجة هذا الشيك أنت مثلا محتاج اللون الأسود فرحت واشتريت اللون الأسود وما أقبل بديل يعني لو القطعة اللي براسي أنا شايفته لو أرجع وارجع ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم ويعني مناطق يعني كل يوم على فد مول كل يوم على فد منطقة لا يعني أدخل المحل على طويل أشوف تشيء أجبني أشيله بس أقدرة وانتهن لا لا يعني ما رحل لا بس عدين لا لا قنوع جدا أنت الآلب غالبة عبد الله أفربي فشو ما لبست يعني بسرعة احنا نحل يدونها شكرا شكرا الجوال لا شو أصدر البنات ما في الآلب غالب البنات من دوره وليلاؤه ولا شي يعجبون فهذه الفكرة هذا التناقب بين بعدين لا أكو فرق أنت جوز تعجبك قطعة بس أنت ما تنعب سعرها يعني صاحب المحل حاطلها سعر أنت يعني أنا كشخص أعرف بالأسعار ما يجي قلي مثلا والله يعني على قطعة أنا شايفتها نص السعر يجي طينيها بسعر مضاعف والله أنا ما عندي هالهوس لأن عاجبتني أتشلب بها لا لازم أخذها فأكو غير هاكيد في الدوري يعني إيه فخلاص يعني لو أنا عندي يعني هالحالة نفسية أنه خلاص أريدها لا أدفع عليها أي شي أخذها سأنا تعب نفسي في سبيل أخذ سعر أنا وقتنع بي يعني أحس أنه هاي القطعة هذه قيمتها بهالمعنى يعني فهذا هاد التناقض بين يعني خل الرجل التسوق والمرأة دائما في مشكلة زين حسا سؤال هي قصفة أخدها وقالت إنو هي عندها هوس بي الأطور عندك بحياتك أحد طبعا أختي مرة أختي مرة لا 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 ما هوس ما هوس ولكن كانت أختي مثلا تبدل البنطلون بعد ما تشتري البنطلون مثلا غير رأيها فيها ترجعة أربع مرات عادي وهو المحل عادي ما ينتحر صاطئ إذا هل بتسمعنا هذه البنطلون بيكون وهو المحل عادي طبعا يعني مسترجي ما معزل؟ معزلوا المحل وطلعوا من المنطقة مسترجي مسترجي لا يعني أنو منطقة كلها معارفة ما فيها المشكلة بس أكيد هو يبين زعج ما طبعا هاي تعرف شنو؟ لأن الناس تشتري بدون متقيس وأن نهاية ضد هالفكرة لا لا تقيس ترجع على البيت ما تعجبت لماذا ترجع هذا؟ والله تسأليها إلها واي وايكم من ساعية كارثة لا وحتى يكون أصدقائي أيضا بتحقيقاتهم كلما يريدون نشترون هدوم سواء أنا أو أريد أشتري أو هم إلا عبدالله أخر نشتري هدوم فدائما أكون يطول الخلق عبدالله أطول الخلق ويأجبني أساعدهم هميني وبنفس الوقت عدي أحد الأصدقاء يشتري واتفاقنا على كل شيء وحجمه نفس الحجم عليه مقاسه مئة بالمئة عليه وعاجبة السحر وكل شيء تمام يشتري ويرجع تجي لايث باشر بس عمد الرجعة مرات بالطريق بالسيارة زيد أقول لك شغلة غريبة ما تدري ليش أنا عندي يعني واهس بشكل وإلمام بملابس الرجالية جدا أحب أنه يعني أطلع وأشوف الملابس الرجالية وأساعد يعني أصدقاء وكذا بالملابس أهتم بها أكثر ملابس إنسائية ما أعرف كيش وتابع المجلات اللي إلها علاقة بالأزياء الرجالية حتى أنا ترى لي أدي المال بملابس الرجالية النسائية؟ يعني أعرف أنه تعرف هاي مودة هسة؟ هاي مودة هسة هاي مودة هاي مودة بالضبط هذا نازل هسة وهذا مودة لا أنا بس شوف حدا بعرف أن هاي من أي تاريخ يعني مثلا ثمانينات هاي من أي متابع معناته فلان فلان فلانا للجسيب بس أضعي نظرة شغلة خمسينات وستينات أنت؟ ما هذا الكلاسيك أكيد يعني يعني شغلة خمسينات هالجاكيت؟ هاي؟ بالخير بستينات كن داري هاي مو هسة راجعة كل هستينات وسبعنا؟ هاي يعني بس هو هسة هاي طبعا لا هودة التاريخ داي يقول لك هاي هسة راجعة المودة من ستين وسبعين رجعت هسة دا تبدأ ترجع دور الأزيادة ترجعها مرة ثانية بلمسة حداثة بسيطة يعني الجواد والرسمة نشوف وين وسطت خلصت نبين عليك هاي شوف فايزة بكم ما رح أقول لك الجملة المحتادة اللي هي؟ اللي يقول لك أعطيناك وقت رح تقول لي أنت سوى حملتني من نية ما رح نسكت حقنا اللي ده أبدا ما ذكرتنا برصة فالأثنان إحنا دادت شم اللي دا شمها أنا دا شم إحنا عماد إجا دا نشم ريحة طبخ طبخ المود ساحلتها ساحل المود هذا التعليق يمكن مشاهدي من يشوفون الصورة يشوفون أن هذا التعليق المناسب ساحل تساحل المود الله يساهم حك ليش طبعا بالعكس ذكروا في الرسمة تبع الصورة نمطية الأكياس هاي الحامل أبل لما أنه الأيام العصور القديمة عفاً عصور حجري أنه الرجل عم يجر المرة من الشعره على المغارة وبأيده العودة هات شبيرة تمام فأنا عكس ما شو اسمه حسام؟ نبوت لا بالمصر مو نبوتة ترى لا وحتى يكون فيلم اسمه التوت والنبوت أسا ذكر لك اسمه اسمه نبوت لا لا يكون فيلم اسمه مع العاشور الناجي والسلسلة هذه التوت والنبوت أسا خذوين أتصال من واحد مصري مو نبوتة ألمم فأنا عكس تت حبيبي ذكرت اسمه اسمه شومة التوثية لسا صدامي يسمعني التوثية اسمها شومة لا أنا أقولك اسمها القديم المجوار السجاب هاي على هاي اللي هي هاي وبها هي تراس أحطيت اسم عراقي عراقي مصري عراقي هو اسمها العراقي المدوار هاي اللي بها هي تراس لازم أسيما توثية صحيح توثية فالصورة هاي كانت انه الرجل يجبرها ويجرها من الشعر طبعا هاي صورة كثيرة سحلت سحل علماً بوقتها غالباً يجي فقيرين انتو عدتك نعرفي علماً بوقتها بتخيل كان مجتمع عمومي ما كان في هذا المساحل ولكن الصورة ممطية أنا عكستها انه هي صورة عصرية بقى انه البرأ هاي اللي تجبر الرجل غصبر عنه لازم ولا حمد موجود لا لا مجبر يعني دا يروح مجبر غالباً 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 يعني عليكم تسعين بالمئة لأنه فعلاً ما لأخلاق نحن هناك كفت شي غريب يعني قابل ما كانوا البنات يعتمدون أو يهتمون بهذه القوة وهذا المرض النفسي والهوس بموضوع الهدوم يعني إيه ممتع نروح ليش كل ما الدنيا من لكن المجتمع الاستهلاكي صارت طبعاً بنيا تتطور وسائل الإعلام كثرة عم تشوف هالمسلسلات البنات عم تشوف الموديلات اختلفت آفاق مفتوحة على كل الدول يعني كمان بنات بخافة على بزدقنا الأهمين حرب من الغرب لنا حتى نلتهي بأمور معينة ونبتعد عن الإنتاج نبتعد عن الثقافة نبتعد عن العلم نبتعد عن الدراسة ونروح نلتج إلى التليفونات شو نشتريت آخر تليفون شو نشتريتي آخر جنطة شو نشتريت آخر تكرامون حذاء هذا نوع من الحرب ترى ضدنا فللأسف احنا مواعين لهذه المواعين عبد الله مو بسط يعني أكثر مجتمع الاستهلاكي مجتمع الأمريكي مسلا طبعاً ايه يعني أبداً هو استهلاكي ومندج بنفس الوقت لاحظة نحن نحن ننتجين لا ننتج جهاز هذا تحتاجاتك؟ لا 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 تحتاجاتك ننتج كذب بيتاتوريار لا ننتج تمام لا أخي نكون حقيقي الفكرة الأصدى الفكرة أن العصر كله هاتوا عصر استهلاكي مو بس مجتمعات العربية نحن مجتمعات العربية بقى عاطلة ومستهلكة لا هنيه على قولتك يعني مستهلكة ولا حداً ممنتج على أقل ينتجون شيء معين أو مو شيء ينتجون أكثر ما يستهلكون أنا شو ويعملون يعني ما كان أحد أصلاً قاعد بدون عمل نحن عدنا لا نستهلك وبالنا بالضبط منكرج وبالنا مشغول بها قال التاليفون فلاني نزلت السيارة فلانية أريد أشتري اللبس الفلاني بالأسف البلد في ضياع مطبخ سامراء الآن نعود إلى مطبخ سامراء العشتريب